انا هقولك حاجة بس عشان الناس ما تفهمش غلط عايز تقولي ايه مثلا انا مش عاجبني معتزة عبفتاح انت حور بس ممكنش تقول معتزة عبفتاح شفت مبارح قتل واحد وعمل كذا لا رأيك انت حور فيه ان شاء الله رب تقول انا مش عاجبني زيزة التموين ده موضوع انه مش تقولي ايه وعلى فكرة هيلغو مش عارف دعم على زيزة التموين بكرة الصبح تلاقي انت عملتي ازمة في المطالب مش احصل ازمة في فرق منك انت تثير شائعة اول انك تعبر لجة نظرك يا اخوانا مش عاجبني كذا انت حور بس احنا محتاجين برضو نفهم يعني ايه نتكلم على وسائل اعلام برامج بعينها بنتكلم عن اه مواقع تواصل الاجتماعي بنتكلم على افراد وحسابات يعني الى على تويتر اي شخص كده يروح كاتب اي حاجة ده هيكون موضع مسألة ومحاسبة وعندنا برضو الجرائم الالكترونية ما ده تشريع برضو عايزين نفهم الاليات وانك تدخل على الموقع ما فيه مواقع بس مثلا يمعتذب اسماء ومفابراكة وحسابات وهمية فازاي نضبط الموضوع ده محتاجين زي ما بتقول كده نعمل الحلقة ونشوف لان ده عالم تاني العالم الافتراضي يعني فمين دول اللي ورا الجهاز فده محتاج كده واعتقد برضو عشان الناس تكون فهمة ده مربوط مثلا بان محطة خارجية لها مكتب في مصر تتوح رايحة مصورة تقولك على فكرة اللحمة دي لحمة حمير انت عمدك ده دي لاننا لحمة يعني عارفها ما فيه حالة كده اشاعة يعني احساسهم بان البلد من هاش صاحب يا خلق ايحد يقولها حاجة لا انت هتساءل الفوضى وإلقاء الرعب في نفوس المدينين برضو اللي عبرك لا البلد ديها صاحب وفيها قانون ولازم يكونك اي حد مسؤول زي ما انت مسؤول عن انت بتعمله انت ركب عربيتك بتخبط في العربية دي كمان الكلمة الكلمة عراية الرجل فؤاد نجم كلمة دين من غير ايدين بس الوافع الحر الكلمة دين لما قلت كلمة انت مديون بيها تجاهنا لو طلعت غلط وانت قلت قلم غلط ليه بتحملنا مسؤولات اخطائك ليه رعيك انت حر فيه عم مش عجبك اي حاجة انت حر بس مجيش تقول لي ايه وانت عد مرة واني الشبه هان بيصدق الناس غلابة يعني ويقولك مرة لا مرة والله لان انسى الواقع ده هات قالك ان هم هيفرضوا على الشطاف بتاع الحمام بس عايزين شوية جدية لانه الموضع دي مش زار يعني